طبعا زي ما انتم عارفين لما بيكون فيه ماتش مهم فيه نهاية بطولة كبيرة زي ماتش بين الاهلي والوداد البيوت بتكون متكهربة او مكهربة والرجالة بتكون متوترة وعلى اعصابها وداشي طبعا احنا ما نحبهوش ولاني بحبك وعايزة مصلحتك هقولك على الوصايا العشر للتعامل مع جوزك الاهلاوي قبل الماتش جوزك ايه الاهلاوي عشان بكرة ايه الاهلي اول حاجة بلاش اكل دسم والغدا ياريت يكون خفيف عشان يقدر يشجع وهو فيه كامل طقته ونشاطه وشوفي كنت يتبخله ايه على الغدا يوم ماتش الترجي اللي فات وعملهوله يوم ماتش الوداد من باب ايه بقى من باب نشر البهجة وروح التفاقل في البيت قبل الماتش ماشي حاجة تانية كاتري في اليوم ده من المصطلحات اللي تفكر جوزك بالبطولات اللي فاتت حمسيه يعني بعد ما يخلص صالح مثلا قوليله الارض لا تنسى جباه الساجدين لو قلك عمللنا غداء النهارده قوليله فم حاجة هتقوليله ايه فم حاجة لو مثلا اسمه علي جوزك اسمه علي وبينادي عليكي تردي عليه وتقوليله ايه سيا على سي ايوا سيا على سي طيب لو اسمه حسن هتردي عليه وتقوليله ايه سي يا بوعالي سي حسن اه بوعالي وهكذا وهكذا طيب مش مهم اشرح لك المصطلحات دي دلوقتي ممكن تعمل إيه مع جوزك المهم أنت قوليها وفاهمها ويحبها قولي لأنا بقولولك كده وخلاص ما ترجعيش ورايا ماشي حاجة تاني أنا من أنصار أنت عارفة صنية البطة بالبرتقان وبشجعك دايما أنك تعمليها للجوزك بس الأسبوع ده بلاش بطة بالبرتقان وبلاش تكوني بتتصوري سيلفي ولا حاجة فتقومي مصدره له بوز البطة وبلاشه النبي كمان عقلك يهفك وتتصوري ندمك خفيف ونستظرف وتقولي له واك واك كان نوع من أنواع الدلع البطوتي وانتي معديها جنبه عشان البطة والواك واك دول من الرموز المميزة لنادي الوداد فبالتالي خلي بالك وقوعي تعملي كده طيب لو جوزك فرعونك حبيبك وتجراسك من النوع العصبي يفضل ويستحسن تشيل أي أدوات قابلة للكسر في محيط 20 متر من المكان الموجود حوالي والشاي وقت الماتش يكون في كبايات الكرتون بتاعت التكهوية دي عارفاها هي دي لأن الواحد ما يضمنش رد فعله تحديدا خاصة بعد أي فرصة لطهر أو عبدالقادر ما تعرفش أي اللي ممكن يحصل عارفة طهر أو عبدالقادر يعني احفظي لأحفظي ورايا مش لازم نفهم في الفترة دي احفظي بس من غرفها أهم حاجة اعملي إن ممتك وحشاكي قوي قبل الماتش وقولي له إنك رايحة تزوريها ومش راجع غير بعد الماتش ويا السلام بقى لو تباتي عندها كمان وترجعي له الصبح هيكون أحسن كتير لي وليكي ولينا كلان حاجة تانية خلي في التلاجئ اليوم ده حاجة حلوة وحاجة حدقة ضروري لأن الماتش صعب وذكريات آخر بطولة مع الوداد ما كانتش كويسة فممكن لا قدر الله تجي له كومة سكر أو بعد الشر عليه وعلى حواليه وضغطه يعلى فتكوني مأمنة نفسك لأن محدش ضوء من الظروف ولا ضوء من الكرة والكرة ملاش أمان مرات كتبة زي ستات كده يعني لو لقتي ساكت وقاعد سرحان ومسهم بلاش الأسئلة المستفزة من نوعية إيه بقى؟ انت بتفكر في واحدة تانية غيري لأنه لو كان حتى في الأيام العادية بيفكر في واحدة تانية غيرك الإسبوع ده تحديدا مش هيكون في دماغه حاجة تانية بيفكر فيها غير مين اللي هيبتدي مكان الشناوي علي لطفي ولا شبير قادي اللي بيفكر فيها ستة هنا ايه تاني؟ الماتش معروف ما عاده من شهر الماتش معروف ما عاده من شهر فما حبكتش عزمات في اليوم ده وخصوصا لو ناس قريبك هوا مش بيحبهم أو ليه ذكريات وحشة معيهم ما تقدلوش فرصة أو أي مجال التلكيك في حالة لقدر الله نتيجة الماتش وما طلعش زي ما هو عايز ملهاش لازمة أبدا تنفيذ البيت اليوم ده حبيب بتقلبي علامة مج نسكافي لازقة في الكومودينو اللي جنبك بقالها ثلاثة أيام مفكرتيش تقومي تمسحيها فاحنا مش هندحك على بعض في جو مدام نظيفة اللي انت ممكن تعمليه اليوم ده ده مش مستحب خالص الراجل عايز يركز في الماتش فملهاش لازمة تنفيذ وتلميع وشيل سجاجيد اليوم ده بعدين أصلا فيه تراب وعواصف لأن أنا جايالك مع العاصفة بقالنا ثلاثة يام عواصف خمسين فاللي هتعمليه الصبح هيبوز بالليل فأوفري طقتك ومجهودك لغاية ما الجو يتحسن والماتش إعادي ترجمة نانسي قنقر